مرحبا بكم مشاهدين بكل خير ورحبا بكم في أول موعد المحلي لنهار اليوم البداية ستكون من بجاية أين دقا سكان أحياء القرى المحاضية لمنطقة بوليماتا الساحلية نقوص الخطر جراء الاعتداءات والجرائم المتكررة التي يرتكبها منحرفون في هذه المنطقة أمام انعدام الأمن التفاصيل مع ربح سايش وانجما بوكش منطقة بوليماتا الساحلية بولاية بجاية تعرف تزايد كبير الاعتداءات والجرائم ضد المواطنين يرتكبها السكارة وأصحاب الملاهي الليلية التي تنتشر بالمنطقة وتشتغل بطريقة غير قانونية والأدهى أن هذه الاعتداءات تستخدم فيها حتى الأسلحة النارية تنظيف هذه المنطقة المحافظة من شتى أشكال الإنحراض قضية تعني جميع السلطات التي تم إبلاغها بتقارير كتابية موقعة من سكان أربعة أحياء والقرى المجاورة لمنطقة بوليماتا نحن نقوم بعملاتاً لكي نحن نقوم بعملاتاً لكي نحن نقوم بعملاتاً لكي نحن نحن نذهب على المنطقة يذكر أن في غضون الشهرين الماضيين وفي مدهمة أمنية بالمنطقة تم توقيف عدد من الأشخاص وضبط كميات من المخدرات وحجز مشروبات كحولية مع غلق لبعض الملاهن